اشتركوا في القناة محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعدت السيد غانم بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مع سيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيد إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأكد الفريق الحكومي ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل تأخيرا لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد وعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك على استدامتها بما يسهم في تخطي كافة التحديات لصالح المواطنين وأوضح السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التوصيات العاجلة التي تم التوصل إليها بعد الإطلاع على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018 الذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024 ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033 ونوه سيد محمود الكوهجي بأهمية تنفيذ الإصلاحات العاجلة واللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين وأشار إلى حرص الهيئة على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها من جانبهم أكد الفريق الحكومي على ضرورة المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق وضمان استمرار قدرتها على الإفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية وكافة الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والمساهمة في تعزيز استدامتها لصالح المواطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة